سبعة أعوام مرت بما تحمله من هموم ومآسي وأعين اليمنيين مليئة بالتفاؤل والأمل بزوال المشروع الإيراني ورغم تداعيات الحرب استقبل المواطنون هنا بمحافظة المهرة عامهم الجديد وهم مثقلون بأحداث وتطورات الوضع السياسي والاقتصادي وكل أملياتهم معلقة بمعركة الخلاص من ميليشيات الحوثي إذا كان الحوثي تدغوتها من إيران إذا كانت إيران تهدف استحلال الوطن العربي وتغزوه بفكرها فنحن ضدها طبعا والله نتمنى من عام 2022 أن يكون هذا العام عام انتهاء الانقلاب وعام خروج الإيرانيين من اليمن وعام التطور وعام البناء وعام الفرحة لليمن كامل صراحة نحن نقول بعام 2022 أن يكون إلى الأفضل ونخلص من ميليشيات الحوثي ويكون الاستهار والتقدم وإن شاء الله أن الصرف ينزل وكل شيء يكون على ما يرام وأحسن ما يكون أما على الصعيد الخدمي والتنموي فالمهريون يأملون من قيادة السلطة المحلية مواصلة جهودها وتكثف دعمها لعدد من المشاريع وسرعة استكمال ما تم الإعلان عن تنفيذه في العام المنصرم ريد من السلطة المحلية تنظر إلينا بالقمعيات حق البحر ماشي قمعيات في محيبي وريد تنظر المشروع المشاريع اللي هناك عندنا في محيبي العام إن شاء الله بداية الخير بداية الخير لليمان في كبرها ونشكر المسؤولين على الجهاد في كل الأوضاع وفي ظل هذه الإنجازات والتطلعات ثمت من يعمل على خلق بيئة آمنة للعيش والاستثمار وهم رجال الأمن الذين بذلوا طيلة العام المنصرم جهودا كبيرة في تامين المحافظة ويسعون لتطوير مهامهم في عامهم الجديد كبقية القطاعات الأخرى يستبشر اليمنيون مع حلول كل عام جديد بتحقيق أمرياتهم وأحلامهم التي أخفقوا عن تحقيقها في السنوات الماضية وكلهم أمل بواقع جديد آمن ومستقر أحمد الحرازي لقناة سهيل محافظة المهرة